مرحبا معكم كارمين شماس كيف بد يكون اليوم النهارنا اليوم نهار مميز لانه في كصوف للشمس في برش العقرب اليوم الامار بيوصل لبرش العقرب صباحا بتمام الساعة عشرة وطلت صباحا توقيت بيروت وبتمام الساعة اثنين اللي عشرة الظهر بتوقيت بيروت يصير في عندنا كصوف جزئي للامار في برش العقرب كيف بد يكون نهارنا طبعا انا حيكي عن هذا الموضوع في الابراج الاسبوعية بتقدروا تسمعوه وايضا في الابراج الشهرية كيف بد يكون نهارنا البداية مع برش الحمل موالية برش الحمل هذا يوم انا بعتبره جيد لالكن بدنا ننسى قصة الكصوف هذا الكصوف معني فقط بموالية برش العقرب لذلك انتو نهاركن هو تحت تأثير الامر الجديد في برش العقرب في البيت الثامن بيت التحضيرات بيت تقريب وشهية النظر يمكن المفاوضات المصالحات التسويات ويمكن حال حالة للكثير من الامور لانه امر جديد يعني في بداية جديدة فانتبهوا لاي ملف ضايع او اي ملف قديم معقولة يرجع يزهر 21 ادار مارس بعتبروا الاكثر حظا بالنسبة لبش الثور موالية بش الثور يوم نهار متقلب منه نهار هين هيدا نهار بيختبرك هيدا نهار بيمتحنك بيخلي كل الامور نوعا ما تظهر للسطح وكل الامور المخفية او اي مشكل معقولة كان مخفي معقولة تتأثر فيه كونوا حاضرين هذا يوم متقلب جدا خاصة مع ناس تتعاملوا معه مع اشخاص يعني مش مع زيتكن فيه مشكل او مش بالضرورة يمكن فيه امكانية حصول احتمال كون فيه خصام او مشكل هيدا الليس بتتفادوه كليا اليوم جميع موالية برش الثور انتبهوا خاصة لما تكونوا عملت ايين بحدا بشغلكم بعملكم طولوا بيلكم حكوا عملكم لحتى تمرؤ هذه الموجة بسليم من روح لبرش الجوزاء انهار جيد لموالية برش الجوزاء الامور عنكن جيدة لكن هالأمر الجديد في بيت الشغل بيحملكم الكثير من المسئوليات الكثير من الشغل الكثير من الدعم بداية جديدة لكن بتكون تنتبهوا في قوة في هذا الكسوف بهذا القمر الجديد فنتبهوا على اي شيء عم تبنوا وايضا تبهوا لموسائل صحية قد تبدأ او يمكن تظهر خلال فترة كم اسبوع قريبة فكونوا منتبهين خاصة 16-17 حزيران يونيو من روح لابرش السرطان موالية برش السرطان وجود الامر والشمس امر جديد في البيت الخامس قد يحمل فكرة جديدة غنية مغضومة حلوة بتغنيكن بتقدم لكم الكثير من التقدم التنويع واحتمال يكون فيه نوع من انجازات جديدة كتير حلوة يمكن تطرح قدامكم فكرة جميلة جدا فكونوا واعيين لها القصة كسوف الشمس انتو منكن معنيين فيه بصورة مباشرة لانه المعني فيه هو برش العقرب نهار جيد انا بعتبروا نهار جيد تابعوا اموركن متل العادي تابعوها بدقة ورحبوا بكل ما هو جديد بالنسبة لبرش الاسد مواليد برش الاسد كسوف الشمس في البيت الرابع قد يحمل لمواليد برش الاسد نوع من هم او نوع من اهتمام جديد بدكن تهتموا فيه من كل قلبكن بعضو عن المشاكل هالأمر هو جديد لكن فيه مربع مع برشكن قد يمتحن طول بالكن اهتمامكن عاطفتكن العزيمة اللي عنكن ياها اهتمامكن بالعيلة بالاخرين فيمكن هذي مرحلة اختبارية فقط لغير بعض مواليد برش الاسد يمكن يحط رحالهم يعني يبدأوا مرحلة جديدة في مكان جديد من روح لبرش العثراء مواليد برش العثراء انهار كتير حلو هنالك يمكن اختبارات جديدة يمكن هنالك حلول جديدة هنالك لقاءات جديدة يمكن يكون فيه مواعيدة مهمة يمكن سفر وكان يكون عبت تحطوا رؤوس اقلام لمرحلة جديدة يكونوا فيها بمكان اخر أو بمكتب آخر لأنه كسوف انتبهوا من بعض الأمور اللي بتحكوها أو اللي بتخططوها يلي من كتير مدروسة بدأها لكنه بشكل عام نهار جيد بالنسبة لبرش الميزان مواليد ببرش الميزان هذا يوم أنا بعتبره جيد أمر جديد في بيت المال قد يعني بداية جديدة لمسألة مالية لربح أو لصفقة أو لمشروع عم بتفكروا فيه أو لمدخول معين يمكن يوصلكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هو أمر جديد لكن كسوف الشمس ويلكون دايماً انتبهوا أنتو منكم معنيين فيه لكسوف الشمس بطريقة مباشرة لكن هيدا ما معنيتا أنه ما مننتبه على أموالنا أو طريقة شغلنا الأكثر حفظاً 11 أكتوبر منكمل مع برش العقرب يلي اليوم معني تماماً بكسوف الشمس ببرشو خاصة مواليد شهر أكتوبر وتحديداً مولود مبارح اليوم وبكرة مواليد برش العقرب اليوم نهار كتير كتير مهم تأثيرات هذا الكسوف قد تمتد حوالي السنة تقريباً سنة كتير 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 مهمة سنة بتكون تهتموا فيها بكل شي عنكم كل شي بدءاً من الصحة للأهل للوالد انتو شغلكون عملكون استقراركن هيدا السنة كنت قعدوا فيها كتير عقلين هيدا السنة فيها تغييرات كتير كبيرة قد تكون جذرية لأنه أمر جديد معنيتها فيه بداية جديدة لذلك انتبهوا على البداية يلي بدكن تبلشوها من جديد منروح لبرش القوس موليد برش القوس هيدا نهار بطيء جداً نهار ببعدكن شوي عن الأمر الواقع تفسيركن للأمور ما أنه كتير واضح ما أنه كتير منطقي فاحتمال أنه تفسروا الأمور بهالطريقة الغريبة العجيبة وبالتالي بيكون قراراتكن غريبة عجيبة فكونوا حذرين هذا يوم ما أنه ما بيكافئكن مثل أنتو بدكن كل شيء كل شيء كل شيء بيصير هيدا رايق ركود خمول وبتبتعدوا عن الحقيقة أو عن يعني الإنجازات بشكل واضح حتى نهار الخميس بعد الظهر فكونوا حذرين سمعوا برشكون الأسبوعي منروح إلى برش الجدي مواليد برش الجدي هيدا نهار الأمر الجديد الموجود في البيت الأحداش بالنسبة لكم هو بيت صداقة بيت دعم أمر جديد يمكن علاقة جديدة يمكن تتعرفوا على حدا جمعية جديدة مصدر للدعم لكم يمكن أنتو بتساعدوا حدا يمكن طريقة تعملكم مع الأمور مختلفة بتصير مختلفة الأجواء جيدة كسوف الشمس بيقلكم انتبهوا من الناس ما تصدقوا من مكن منروح لبرش الدلو مواليد برش الدلو هذا يوم مهم جدا لأن وجود الأمر الجديد في البيت العاشر قد يحمل لكم وظيفة جديدة عمل جديد مشروع جديد لكن كسوف الشمس قد يسبب بعض المتاعب فانتبهوا لعملكم لمسؤولياتكم بتكونوا كتير كتير وعيين الأمر الجديد هو طبعا معناتها حق الجديد فرصة جديدة بتكونوا فعلا قد حالكم حتى تشتغلوا بطريقة صحيحة انتبهوا لأهلكم لحالكم بتصرفاتكم انتبهوا للمودنس يعني مزاجيتكم اليوم منروح لابرش الحوت موالي برش الحوت هالأمر الجديد في البيت التاسع قد يفسح في المجال لفكرة أو لطرح فكرة مشروع جديد في الخارج أو تطورات مختلفة قد تأتي من خلال أشخاص بتعرفون أو ما بتعرفون لكن المعلاقة يمكن بالخارج أو بمؤسسة جامعية مؤسسة يمكن دينية مؤسسة يمكن تاريخية مؤسسة يمكن تكون العلاقة بالسياحة أو بيمكن بمكتبة أو بمؤسسة نشر وطبع شيء من هذا القبيل هناك نوع من انتشار للكون فكرة كتير حلوة بتظهر عندكم خلال عدة أسابيع بتظهر هناك بوادر إبداع وانتشار ونجاح هائل بختم مع مولود اليوم بقولوا لمولود اليوم بانتظارك السنة كتير مهمة هايدي السنة هايدي السنة رح بتكون فيها تناقضات كتيري 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 لكن أهم شيء هو تأثير الكسوف عليكم خلال هذه السنة هايدي السنة بكونوا مدريين حالكم متبهين لحالكم لاستقراركم المهني الصحي العاطفي كل شيء هايدي السنة كنت تعدوا فيها عقلين هنالك تطورات كتير كبيرة قد تكون مية أو مية وثمانية درجة مختلفة عن الانتو هلأ موجودين فيه قد تؤثر على محيطكم العائلي أو المجتمع المقرب منكم دي ذلك حضروا حالكم حضروا بلان بي لكن أي شيء بكنت تعملوه لأنه في أمر جديد خلال هذه السنة يعني صفحة جديدة حاولوا تكون فيه دراسة مسبقة لأي مشروع عم بتخطو طوله إيكان سفر إيكان هجرة أو تغيير مكان أو تغيير عمل بيتمنى لجميع يوم سعيد إلى اللقاء باي باي